خيمت على مختلف وسائل الإعلام الأمريكية لا سيما القنوات التلفزيونية منها حالة من الحذر بشأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن ويواجه المسؤولون التنفيذيون في غالبية القنوات التلفزيونية الأمريكية الذين يشرفون على تغطية فترة الانتخابات هذا العام تحديات كبيرة من أجل تجنب أي أخطاء في النتائج الأولية بعد بدء فرز أصوات الناخبين وسيكون الإعلان النتائج الأولية في الانتخابات الأمريكية هذا العام خصوصية بالغة لا سيما أن التصويت فيها يأخذ أكثر من مصار الأول عبر البريد والثاني عبر الاقتراع المبكر والثالث من خلال التصويت الشخصي في الثلاثاء الحاسم وقد يحتاج تجميع أصوات الناخبين وفرزها عبر هذه المنافذ الثلاثة وقتا أطول لمعرفة الفائز النهائي في السباق إلى البيت الأبيض الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الأمريكية تتوخى الحذر والثقة في الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت وبدت مكافحة المعلومات المضللة سواء كانت من قراصنة الإنترنت أو شائعات داخلية بدت أولوية لدى وسائل الإعلام الأمريكية في تثقيف المواطنين بأن أي تأخير في إعلان المنتصر ينبع من الضقة وليس التضليل وقبل ساعات من بدي عملية التصويت لا تزال استطلاعات الرأي تحظى بانتقادات لافتة في وسائل الإعلام الأمريكية إذ يشكك كثيرون في مدى مصداقيتها بينما تعد محطة سخرية في أوساط حملتي بايدن وترامب وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC وصحيفة والستريت جورنال أن بايدن يتقدم على منافسه ترامب بفارق يتجاوز عشر نقاط على مستوى البلاد لكن الاستطلاع أشار في الوقت نفسه أن تنافسا متقاربا يجري على مستوى المقاطعات في ولايات عدة دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أن صاره في ولاية فلادالفيا إلى المشاركة بقوة في الانتخابات واتهم بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب بترسيخ العنصرية الممنهجة عبر تهميش العرقيات المختلفة مثل الأمريكيين من أصل إفريقي أو لاتيني كما أشار إلى أن الشعب الأمريكي أدرك في أربع سنوات أن إدارة ترامب فاشلت في توحيد البلاد كما وصفت عمل إدارة ترامب مع أزمة كورونا بالإجرامي اشتركوا في القناة